ومنرجع لكم عشان نكمل كلامنا مع ضفتي الموراني الكاتبة الصحفية ومن هي طلعت وكنا بنتكلم ان احنا مش طالعين لا سمح الله لنظر على حد ولا اي حاجة بس احنا كنا منتناش اخيرا اتفاق الجواز لماذا لا يحدث اتفاق طلاق بما انه جواز بالاتفاق خلي طلاق بالاتفاق الجواز لما بيحصل الجواز بيحصل اتفاق مادي ما بيحصلش اتفاق معنوي يعني دايما بيتفقوا على الفرح بكام والشابكة بكام والمهر بكام وهنجيب عفش ازاي لكن ما بيتفقوش على التعاملات المعاملات الاجتماعية او المعاملات المعنوية طبعا لما بيحصل طلاق بيبقى كل واحد خايف على الكرسي وخايف على الدهب وخايف على الفلوس اللي خسرها وخايف على الفلوس اللي خدتها او اللدتها او طب انا الجوز المادي زي ما قلتلك انه هو مش قضيسي الكبيرة بقدر ما قضيسي الكبيرة هو مفروض ما يبقاش القضية بقى الولاد اه طبعا الولاد مهمين جدا لانه مش مهمين جدا مع انتوا اللي جبتوهم قرار الخلفة ده زي ما قفلنا في الفقتل مشترك مشترك لانه زي ما قلنا احنا ما عندنا عندنا القدرة حاليا على اني اتجوز من غير مخلف كويس تمام فقرار الجواز ده حاجة المفروض بقى اللي نتعلمه يعني ده اللي نبدأ ان نأسسله في مجتمعاتنا ان قرار الجواز ملوش علاقة بالخلفة يعني الخلفة ما بتجيش في نفس العبوة او البكتج يعني بتاع الجواز كويس انت لو عايز تتجوز علشان عايز تكمل نص دينك البنت عايزة برضو تكمل نص دينها وده حق الجميع واحنا مجتمع محافظ وهي دي الطريقة الوحيدة لان يكون الرجل مع المرأة الزواج طيب طالما ما عنديش فرصة اني اكون مع راجل او اكون مع ست بشكل مباشر واحتكاك مباشر في مجتمعاتنا غير الجواز فارجوكم انه قرار الجواز يبقى ملوش علاقة بقرار الخلفة لانه احنا للأسف الشديد دلوقتي في محاكم الاسرة قضايا طلاق كتير جدا معمر الجواز ستة شهور واحنا وفيه حمل اه وفيه حمل سنة وفيه طفل اوكي ده فيه كيس قضية انا واحدة كلمتني عليها اتجوزت عنده عشرين سنة اتجوزت شهرين وخلفت بقت حامل خلال الشهرين بقت حامل اتطلقت قبل ما تخلف اوكي فدي مقاسي للأسف كبيرة جدا ليها علاقة بانه ربط الجواز بالخلفة فانا اتمنى ان احنا نوصل للمرحلة بتاعت انه طبعا العائلات لا تشكل ضغط على ولادها يعني الام تقول لبنها والام تقول لبنتها لا ده من ام تجوزوا اه احنا لسه ربنا مسهلش بالضبط فهو مفروض انه نبدأ بقى لانه دي متطلبات العصر يا جماعة ارجوكم زمان ما كانش كده بس الزمان ما عادش ينفع دلوقتي لهو ناخد هدنة او بل ما ناخد قرار الخلفة سنة مش مطلوب من حد اكتر من سنة اتعرفوا على بعض في سنة وبعد السنة دي شوفوا يا اصلي اي اتنين اسبوع بيبان اوكي ابتدوا يلاحظوا الاختلاف طبعا اسبوع بيبان يعني لو انتي صح يا الصبح فتحت التلاجة نفسها يشوفوا والله المسألة تفهى لازه درجة يعني العلاقات بين الاثنين ازاي طيق وبعد وصلة لدرجة مسكته للثنجال مسكتها لل طبعا بتوصل للدرجة دي اعرفوا بعض يا جماعة بالتفاصيل المملة اوكي عندكم سنة سنة حلوة قوي سنة يعني انتي شايفة انه الانجاب مفروض يكون قرار متأخر بعد الزواج سنة دا المينموم اه لكن ما يباش اول الجواز خلفه فطفل طبعا اه ما يباش دا يعني انا فيه ناس من اصدقائي اللي هما يعني في سنك دلوقتي مثلا كده دول خلفوا بعد اربع سنين او خمس سنين من الجواز انا فيه قبل اعرفهم وده كان قرارهم اه هما دلوقتي متجوزين بقالهم فترة طويلة جدا لكن لسه ابنهم عنده ثلاث سنين مثلا اوكي لانهم خدوا القرار بعد ما تأكدوا تماما انهم وانا فاكرة كويس جدا انه الزوج كتب بوست ساعتها على الفيسبوك مؤثر جدا انه هو دلوقتي وهما بيستقبلوا ابنهم هو متأكد انه مهما حصل هيكمل حياته مع الانسانة دي بالزبط فده يعني انا ما بقولش نقعد سنين طويلة اللي هما قعدوها دي لكن انا بقول انه على الاقل المينموم يا جماعة السنة الاولى السنة ادوها لنفسكم علشان تقدروا بعد كده تقرروا اذا كان انا هكمل مع شخص ده او انا هكمل مع ست دي يبقى نكمل للاخر مع انا بقى عيال اتنين تلاتة اربعة معيني طبعا محبش حد يجيب اكتر من اتنين طبعا انا مش فوق احنا بنقول بلاش زيادة سكانية يعني انا بقول بتمنى ذلك يعني واللي يخلي في عيل واحد كمان يعني انت عارفة انا شخصين كنت واخدق قرار الانجاب جبت خلفت مرة واحدة لكن ربنا رزقني باتنين فده بقى قرار ربنا مش قرار انا لكن انا لما شاركت في القرار ساعدين وده عشان توقام بس اه هم توقام باشا الله ربنا خليهم لي